فإحنا الحقيقة نتكلم على أسطورة زي ما قلت لك ناس على اليمين هتشوفوا حاجة عظيمة جدا ناس على الشمال هتشوفوا حاجة بائسة جدا بس قبل ما أحكي لكم قصة حياته عايزة أرى لكم كده تويتين النهاردة كتبهم الأستاذ عمر أديب ورد عليه الدكتور محمد البرادعي بمناسبة هنري كيسينجر عمر أديب بيقول لك إيه؟ بيقول يسبون كيسينجر بعد وفاته لأنه كان يفكر ويخطط ويهندس هل منعنا أحد من التفكير والتخطيط أين ذهب كيسينجر العربي؟ لماذا لم يظهر؟ لماذا لم نعرف كيسينجرا في حياتنا السياسية؟ الرجل خدم أصله وقناعاته لآخر لحظة في عمره بل هو أثر على عمرنا كلنا بدلا من سب كيسينجر فلنصنع مليون كيسينجر يا أخي الأستاذ عمر الحقيقة أصبح عميق جدا بعد ما بقى سعودي يعني عمر السعودي بقى عنده عمق كده مش موجود عند ناس كتير لو ندور الزملاء بيقولوا كلام في الإيربيس ما يصحش بصراحة أنه يتقل على الهواء ما عرفش بيقولوا ليه المفوض هم كمان يقولوا الكلام اللي ينفع يتقل على الهواء المهم فشوف يا سيدي أنا بدور لك هو على صفحة الدكتور البرادعي عشان رده على عمر أديب شوف دكتور البرادعي رد على عمر في موضوع كيسينجرنا وكيسينجرهم وكيسينجر الناس التانيين فقاله بصرف النظر عن الخلاف بشأن أراء ومواقف كيسينجر كمفكر استراتيجي وسياسي أود أن أطمئنك أن كيسينجر العربي لن يظهر إلا عندما يتوفر مناخ من الحرية يفرق بين النظام والوطن وأن الرأي والرأي الآخر وحرية التفكير هما الطريق الحقيقي للتقدم وبحيث يستطيع الإنسان فيه كل إنسان أن يعبر عن رأيه أيا كان معاردا أو مؤيدا لسياسات دولته فيلقى اهتماما على كافة المستويات من إعلام حر ومجتمع مدني بل ومؤسسات رسمية دون أن يشيطن أو يلقى به في غياهب السجون أعرف الكثيرين كان يمكن أن يكونوا كيسينجر العربي أو بمعنى آخر مفكر استراتيجي عربي ولكنهم إما منزويين داخل بلادهم أو يعملون في الخارج في مناخ يوفر لهم حرية التعبير وقبلها الكرامة الإنسانية السؤال مشروع ولكن الإجابة عنه معروفة منذ زمن طويل ده كلام دكتور محمد البلدي والحقيقة هو كلام محترم جدا جدا الحقيقة ومنطقي جدا جدا في فكرة أنه وفر المناخ الأول من الوطن والرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وبعدين نتكلم عن كيسينجرنا وكيسينجرهم لكن الحقيقة لأستاذ عمر أديب أنا بس متوقف عند العمق يعني قبل ما استعرض السيرة الزاتية لكيسينجر الحقيقة يعني عمر السعودي البصمة بلاقت تبان بسرعة يعني وكأنه ضغط على الزرار خلاص فأصبح الطريق كلامه كده فيها عمق سعودي معروف يعني الناس كلها عارفة طبعا العمق السعودي في الأضايا اللي زي دي فعمر الحقيقة لا يعني اللمحة السعودية برافو الله يا جماعة المؤخذة يعني النكهة السعودية بين بين يعني النكهة السعودية في عمر الحقيقة في التويتة دي حاجة بصراحة قمة العمق بحيي عليها